موسيقى السلام عليكم ملف تشكيل الحكومة دا يتفاعل يوم بعد يوم وخاصة مع اقتراب الموعد الدستوري لعقد الجلسة البرلمانية الأولى ليكون المشهد متعثر بإعلان الكتلة الأكبر مواطن طحنته رحى المحاصصة الطائفية وهو ينظر لإناء الكتلة السياسية الممتلئ بالوقت الضائع في السجالات المصلحية الضيقة على خلفية ملفات تتراوح ما بين الحساسة والدقيقة والخطيرة لا من أجل ذلك المواطن بل من أجل مناصب تزييد ثروة الفاسدين لتبقى السلطة تدور بين معسكرين متقاربين يتنافسون فيما بينهم للظفر بتشكيل الكتلة الأكبر لمن ستكون الغلبة العراق وتحديات تشكيل الكتلة الأكبر عنوان تغطيتنا لهذا اليوم أرحب بكم مشاهدين الكرام نبدأها بالنقاش مع ضيوفنا بعد أن نشاهد سوية تقرير الزميل محمود القيسي أيام تفصلنا عن اجتماع السلطة التشريعية للقوى الفائزة في الانتخابات والذي على ما يبدو أن هذا العد التنازلي على المحك بعد أن وجدت الكتل والأحزاب السياسية نفسها عاجزة عن تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى التي يمنحها الدستور حق ترشيح رئيس الوزراء الجديد وفي ظل وجود معسكرين متقاربين يتنافسان للظفر بتشكيل الكتلة الأكبر الأول يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي والثاني بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رفع السنة والأكراد من مطالبهم لتحقيقها في المحافظات المنكوبة حسب محللين محوران السوريان محور الفتح القانون ومحور النصر الساعرون وبينهما الحكمة كبيضة كلها هذا الأمر سهل على كوريت والسنة أن يرفعوا من سقوف مطالبهم وشغوطهم خارطة سياسية رسمت منذ احتلال العراق عام 2003 على أن تكون رئاسة الجمهورية من نصيب الأكراد بينما يكون رئيس البرلمان من حصة العرب السنة ورئاسة الوزراء للعرب الشيعة ويكون التغيير فقط بالأسماء لتبقى مطالبات إعطاء دور لمن لم يشارك بالحكومات السابقة والتي لم تقدم أي خدمات للمواطن حاضرة في كل مرة لن نعطي الفرصة لمن الذي لم يشارك في السنوات والحكومات الماضية على الأقل لا نقول يغير وإنما يعدل الأخطار التي ارتكبت من قبل السياسيين بحق الناس في عدم تقديم الخدمات عدم تقديم الأمن وكذلك عدم التغيير في الوظائف ستكون هناك مساهمة ومشاركة من الشخصيات وطنية تحمل مشروعاً عرابياً نابعاً من تقديم الخدمات وتعزيز الثقل أعتقد هي التي سوف تحقق التجازات والاتصالة إذا ما تم تشكيل الكتلة الأكبر فإنها لا تعد حاسمة لتنهي قلق تشكيل البرلمان والحكومة إذ يجب التعريج بخطوة أخرى لإرضاء الكتل الصغيرة التي تطالب بحصتها من الحكومة المقبلة وإلا فإنها ستبدأ في خلق العقبات المعطلة للعملية السياسية كلها هذا ما اعتاد عليه العراقيون أن يشاهدوه فهل سيتغير؟ من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة الفلوجة أرحب أيضاً بضيفي من بغداد السياسي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور نديم الجابري مرحباً بك دكتور الجابري سينضم إلينا مشاهدين الكرام في وقت الله الفرلماني السابق فتاح الشيخ أبدأ معك يا دكتور نديم بشيء من نواة مدخل تغطيتنا الخاصة السياسية لهذا اليوم بسؤال موجه وبشكل مباشر حضرتك يأست من العمل السياسي لدرجة أنه تصريحات سابقة لحضرتك تقول بها أنه ما عد بقى أمل بالخيار الديمقراطي بالعراق وتغيرت مسألة التعاطي مع السياسة بهذا البلد حتى ماكو جهود حقيقية برأيك لتشكيل حكومة عابرة للمكونات هذا نواة ومدخل تغطيتنا لهذا اليوم شنو أسباب هذا الرأي ربما هذا الكلام قبل الانتخابات بعد الانتخابات على أمل أنه تحل حل فتشيب هذا الموضوع فضل سيد الجابر يعني بلا شك يعني إحنا ما أيسنا من العمل السياسي العمل السياسي يبقى يعني واحد من الأدوات الأساسية في الإصلاح والتغيير ولكن ولكن نعتقد أن العملية السياسية قد وصلت إلى طريق مزدود يعني من الصعب من الصعب أن تسير بطريق سليم من الصعب أن أن تؤسس لديمقراطية حقيقية في العراق أنا أعتقد أن الديمقراطية ثقافة وافدة زرعت في غير أرضها العراق يعني أستطيع أن أقول أن أرض العراق أرض خسبة لولادة الاستبداد يعني التاريخ السياسي العراقي سبعة آلاف سنة من الاستبداد والتقاليد الاجتماعية مبنية على أسس استبدادية والتقاليد الدينية أيضا مبنية على أسس استبدادية وحتى الأسرة مبنية على أساس استبدادية ولذلك كلما حاولنا أن نزرع الديمقراطية في العراق أو حاول البعض أن يزرع الديمقراطية في العراق نجدها تخفق بشكل أو بآخر لأنها تفتقر للعنصر البشري الذي يطبقها ويديرها يعني هل المشكلة بالعنصر البشري اللي قاد التجربة بعد 2013؟ المفترض بس إذا كنت تسمعني دكتور نديم سيد الجابري أوكي أسمعك نعم نعم المشكلة إذا بالعنصر البشري اللي قاد التجربة بعد 2003 افتقرنا لكفاءات من طراز خاص برأيك؟ يعني شوف السياق التأريخ بالتأكيد لا لا العنصر البشري اللي أدار التجربة لا يملك الحد الأدنى من الثقافة الديمقراطية كل الأحزاب سواء كانت الإسلامية أو حتى المدنية هي أعداد شمولية لا تؤمن بالخيار الديمقراطي وإنما الخيار الديمقراطي فرض عليهم من قبل قوات الاحتلال فرضا ما كان عبارة عن قناعة ولولا الرقابة الأمريكية على العملية السياسية ما حدثت أي عملية تداول سلمي للسلطة كان هذا الموروث والملك العضوض هو الأساس الحقيقة في تولي السلطة في العراق والآن لو تعزل التجربة عن الغطاء الدولي سوف تعود إلى صبغة الاستبداد مرة أخرى فليريد أولا يبني ديمقراطية في العراق علي أن يأتي بالعنصر البشر المناسب الذي يحمل هذه الفكرة ويدافع عنها ويحسن تطبيقها الذي يريد أن يؤسس ديمقراطية يجب أن يرفع مستوى الوعي العام الذي يريد أن يؤسس ديمقراطية يذهب إلى دولة المواطنة وليس إلى دولة المكونات يذهب إلى تعليم رصين يذهب إلى تقوية الدولة لأن الديمقراطية يجب أن يكون لها أنياب الديمقراطية ليست كلها سلام بسلام يجب أن تحسن الدفاع عن نفسه ولذلك ليس لديمقراطية الخطأ العنصر البشر الذي حاول أن يطبق الديمقراطية في العراق هو ما مؤهل الحقيقة للأخذ بهذا النوع من الحكم وحتى الراعي الدولي اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك العقلية السياسية التأسيسية الناضجة العقلية الأمريكية ليست كالعقلية البريطانية ولذلك لما نبحث في تاريخ العراق كله عبر سبعة آلاف سنة لا نجد أن أرض العراق أنتجت لنا تجربة ديمقراطية واحدة ولا حتى على مستوى الفكر ليس فقط على التطبيق يعني ثلاث تجارب ديمقراطية مرت على العراق عبر سبعة آلاف سنة أول تجربة كانت تجربة الإمام علي لما نقل الخلافة إلى الكوفة وبدأ يطبق البيعة والبيعة الخاصة والبيعة العامة وانتهت هذه التجربة بأنه الإمام علي بدأ يشكو من الناس بدأ يذن من الناس وبالتالي تم اغتياله وشتمه على المنابر والتجربة الثانية والإمام علي أيضا من الحجاز وليس من العراق والتجربة الثانية كانت تجربة الإنجليز أيضا استعانوا بأهل الحجاز لأنه ما لقوا معادل ممكن ملك يرعى الديمقراطية من العراق أتوا بملك من الحجاز وهذه التجربة اللي نجحت نسبيا لكن انتهت بقتل العائلة المالكة وسحلهم في الشوارع وطرد بريطانيا من العراق وأيضا لم يبقى لها أثر والتجربة الثالثة هذه اللي فرضتها الولايات المتحدة لا هي تحسن التنظير والتأسيس ولم تأتي بعناصر بشرية مؤهلة للخيار الديمقراطي في العراق طيب خلينا فقط راحب يضيفنا مشاهدين الكرام بي من بغداد سيد فتاح الشيخ الفرلماني السابق سيدي الشيخ مرحبا بك على شاشة الفلوجة شون تشوف مآلات ومشاورات الكتل لتشكيل الكتلة الأكبر من الأبرز بالمعارضة هاي إذا أكو معارضة وإذا وصلنا مرحلة أنه تكون حكومة قوية وسندها المعارضة صف لنا باقتصار ما يجري في الأرواق السياسية وحضرتك متابع أكيد لمسارات تشكيل التحالفات السياسية سيدي الشيخ إذا كنت تسمعني سيد فتاح الشيخ الصوت الصوت ترى ما واضح نهائيا طيب سأعود إليك في وقت آخر أعود إليك سيد نديم الجابري يعني بعد أن عصف الاحتلال بالعراق أكو رأي سياسي إذا يقول لك هسا أنه ما تغير شي بطبيعة الاستبداد لدرجة أنه من يصف حزب البعث بالاستبداد وهذا الرأي يجد أنه حزب الدعوة الذي تسلم مقالد الأمور لأكثر من دورة حكومية أيضا هناك مقاربات ما بين هذا الحزب وذاك الحل نعم نعم كيف تقرأ ذلك سياسيا يعني بلا شك أنا أقول لك يعني لي مقابلة تلفزيونية عام 2005 تحدثت فيها عن هذا الموضوع بالضبط قلت يعني سقط المستبد لكن لم يسقط الاستبداد الاستبداد أصبح جزءا من مكونات الشخصية العراقية يعني أي مسؤول تجده قبل السلطة مختلف تماما عما بعد السلطة يعني مجرد أن يخوض السلطة لمدة قصيرة من الزمن تشوف سلوكه تحول إلى سلوك استبداد وحتى لو تولى يعني مدة قصيرة ستة أشهر أو سنة تلاحظ التجارب الأولى نعم التي صارت بعد 2003 ستة أشهر تسعة أشهر نعم لكن تمسكوا بالسلطة ولذلك الاستبداد أصبح جزءا من السلوك السياسي للشخصية العراقية وبالتأكيد الطبقة السياسية جزءا من هذه الشخصية وهي مرشحة لتبني هذا المنهج أكثر فأكثر ولذلك تشوف الكل يعمل على إسقاط الخيار الديمقراطي في العراق الناخب يعمل على إسقاط الخيار الديمقراطي في العراق عبر سوء الاختيار أحيانا أو بيع صوته أو تصويته على أساس طائفي أو على أساس قرابي أو على أساس مديني القوة السياسية المستفيدة من الخيار الديمقراطي تحاول أن تتلاعب بالانتخابات وتحاول أن تزيف خصوصا الانتخابات الأخيرة تحاول أن تضع قانون انتخابات لا يعبر عن الإرادة العامة تعبيرا حقيقيا الجهة للدير المفوضية مسيسة جزء من الأحزاب وبالتالي الكل يعمل على إنهاء الديمقراطي في القرآن إذا نريد أن نقول أنه مثلا العامل الخارجي هو أحد العوامل المساعدة على استبداد الحزب الحاكمة أو الأحزاب الحاكمة في العراق في وقت مضى من 2003 إلى 1 هذه اللحظة تعتقد أنه الآن الأزمة التي تمر بها إيران لها إيجابياتها ويجب استثمارها على مستوى تشكيل حكومة عراقية وطنية عابرة للطوائف بمنهاج حكومي شامل برؤية وطنية على أقل تقدير شو نشوف هذه القضية يعني واقع الحال أن العراق لا يزال تحت الوصاية الأمريكية اليوم أمريكا تمثل الراعي الدولي للعملية السياسية وربما تكون هي السبب الأساسي في صمودها أمام التحديات الطائفية والتحديات الإرهاب أو ما شابه ذلك وبالتالي تلاحظ قواعد اللعبة الدولية النظام الدولي أقطاب النظام الدولي شوف روسيا ممكن أن تنافس أمريكا في سوريا لأنها منطقة لمحسومة أمريكيا لكن لا تلاحظ أنها دخلت في منافسة الولايات المتحدة على العراق لأنها تعرف قواعد اللعبة دولة كبيرة تعرف قواعد اللعبة أن هذه المنافسة في العراق غير مسموح بها وتكون عواقبها وخيمة وبالتالي الرعاية الدولية هي الأساس في تثبيت هذه التجربة وحتى ذات لاحظ ما يشيرون هذه أمريكا وبعض الدول ما يشيرون إلى التلاعب بالانتخابات أمضوها رغم أن هناك شياء مفيد للأطمئنان أن هناك تلاعب في الانتخابات الآن حركات الاحتجاج التي انطلقت في الفرات الأوسط والجنوب تلاحظ الراع الدولي يعتم عليها ما يظهر أن هناك معارضة شعبية بدأت تتبلور ضد النظام السياسي أو ضد العملية السياسية أو قصورها أو ما شابه ذلك وتبقى سؤالكم الثاني يعني الأزمة الحصار على إيران أو الصراع الأمريكي الإيراني هل سيفضي إلى تأسيس حكومة وطنية في العراق عابر المكونات أنا أعتقد من ضمن الطبقة السياسية لا يمكن من ضمن هذه الطبقة السياسية هذه الطبقة السياسية تؤمن بدولة المكونات لا عليك ببعض التصريحات الإعلامية التي تقال هنا وهناك تقال للاستهلاك واحد يقول أغلبية سياسية واحد يقول أغلبية وطنية واحد يقول عابر المكوناتها كلها ما إلها صحة يعني الحكومة جاية وجوز اللي بعد هم دولة مكونات حتى بعد حين تبقى طبعا دولة مكونات شوف حتى الآن شوف الآن الطرح هو شنة كان يصير كان يصير ثلاث كتل بالمشهد السياسي كتلة شيعية كتلة سنية كتلة كردية نعم بعدين وين يجتمعون يجتمعون على تشكيل الحكومة تشكل الحكومة بمحاصصة بين الأطراف الثلاثة بعد تشكيل الحكومة يعود كل واحد إلى صفة وبالتالي يدخلون في صراع ومنافسة يريد حصتها من تشكيلها والآن نفس الشيء الآن مجرد إجراء تكتيكي بدل ما يشكلون الكتلة العابرة للمكونات بدل ما يشكلوها أثناء تشكيل الحكومة يشكلوها أثناء وجودهم في البرلمان يعني يشكلوها سلفا ويرحون للحكومة بموجبها ومن ثم يعودون إلى أدراجهم ويعودون إلى التمثيل المكونات فعلت وجود الأحزاب الشيعية والسنية والكردية الآن هي دولة المكونات فمن الصعب أن تطالبهم بما لا يطيقون هذا الأمر أنا أعتقد أكثر من قدراتهم على التطبيق وإن أصبح مطلبا ضروريا للإصلاح بل مطلب لا بديل له لكن هذه القوى بمكوناتها الثلاثة لا تستطيع أن تؤسس لدولة المواطنة أو الدولة القوية أو الدولة العادلة عدم استطاعة تأسيس دولة المواطنة هذا الملف راح أنقول لسيد فتاح الشيخ إذا كنت تسمعني سيدي الشيخ مرحبا بك حياك الله أهلا وسهلا بك استهلكت هوايا بالدعاء الانتخابية كمرشحين كأحزاب ككتل برفض موضوع المحاصصة بس هسا جاء وقت الجد سيدي الشيخ وهذا الرئيس السياسي السائد حاليا هسا الآن لما تجي الأحزاب تقعد لتقول وين حصتنا إذن مسألة إبعاد المحاصصة كانت استهلاك إعلامي مثل ما استشفينا هسا من السيد نديم الجابري ماذا رأيك مع القضية؟ نعم شكرا لك ورفضائيتكم وموقع جمهورنا الكريم مرحبا بك تحية للدكتور الأستاذ نديم الجابري شكرا على هذه الاستضاعفة اليوم مثل ما تفضلت نحن لا نريد أن نرسم الأحلام الوردية أو نسوق للشارع العراقي بعض المفردات التي لا تسمن ولا تغني اليوم لا يتمكن للسنة ولا الكرد ولا الشيعة من التنصل عن التمسك المذهبي والعرقي والطائفي باعتبار أن الورقة التي ممكن أن يمارس بها دوره كسياسي للبقاء في السلطة هي الورقة الطائفية كل منهم يدعي أنه هذا ممثلا عن حزبه عفوا عن طائفته عن طيفه نعم أو مثل ما تفضل دكتور نديم دولة مكونات اليوم المسألة الوخيمة التي وقع بها التحالف الوطني العراقي اختلفت تماما عن البقية باعتبار أن امتحان عسير وقع به التحالف الوطني اليوم لاختيار الكتلة الأكبر أو نواتها وبالنتيجة الطرفين هم من التحالف الوطني العراقي يعني بعدما خرجوا من دولة المكونات اليوم التحالف الوطني دخل في تحالف الأحزاب والتيارات التي تسعى جاهدة للظفر برئاسة الوزراء ليس إلا بعيدا عن الأقاويل التي قيلت هنا وهناك وكتلة عابرة للمحاصصة والإصلاح والفساد لا اليوم التحالف الوطني بجميع أطرافه حضرتك خفت الانتخابات كمرشح أستاذ فتاح ليش رفعت هذه الشعارات مو بس ربما قائمتك كل القوائم تقول ما نريد محاصصة بس هسا بهذا الوقت بالتحديد احنا شنو حصتنا حتى نشارك بالحكومة المقبلة بلا شك هم ما أصبحوا أصحاب أصحاب شعارات بالأمس كانت شعارات لغرض الترويج الانتخابي وتسويطها أمام الجمهور حتى على الأقل عندما يأتي زيت تيار سين على كتلة صاد يقول هاي الكتلة طائفية لكن أنا مطائفي بالنتيجة اليوم الطرفين سواء أصحاب فندق بابل هم يبحثون عن رئاسة وزراء ويتمسكون بالحكومة دون اردهاب إلى المعارضة والطرف الآخر كذلك هو اليوم المشكلة وين المشكلة بعدما قلنا أنها دولة محاصصة اليوم الجماعة تعدوا إلى أبعد من المحاصصة دخلوا في مجال ضيق مجال الحزبية والتيارات والشخصنة عرفتشلون والأحزاب اللي ممكن أن تذهب إلى المصالح الشخصية الحزبية الضيقة بعيدا عن المواطن وإلا اليوم الأزمة اللي صايرة بالشارع العراقي هي أزمة وإيجاد الكتلة الأكبر التي تمثل الطيف الشيعي للذهاب بالتحاور مع الطيف السني الثمالك السيافريق متقدم سيد حقا اليوم المنتفى في الجنوب هو الجنوب الشارع الشيعي يا فريق متقدم يا فريق متقدم هسا فريق فندق بابل وفريق سيد قاسم سليماني مثلا يعني الآن هنم محورين الآن معسكرين معسكر أمريكا ومعسكر إيران منه أمريكا منه إيران بله عرف له لأنه يعني المعسكرين الموجودة حاليا الموجودة حاليا هي تاهت علينا بالأصل بس إحنا دا نشاهد جولات مكوكية جولات يعني غير مسبوقة للسفير الأمريكي فتحوا دولة القانون اليوم عندهم مشروع المقربين منهم حسا منهم يتقدم على الأقل يعني حتى تفاجأتني هسا يعني التائر الصدري صار ضمن الفلك الأمريكي أنا ما أريم لا 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 هذا مو رأيي ولا رأيي القناة ولا إحنا نتبنى هذه القضية ولكن نتحدث عن معسكرين المعسكر الأول لا لا المعسكر الأول لا مقلت معسكري قودة قاسم سليمان باعتبار إيراني ومعسكر قودة أمريكا فهي من بينه القاسم سليمان حسب التصطيف في اللي الآن موجود يعني ماكو حل وسط مثلا فتح ما فتح بس أنا تفاجأت لما هسا أنه توصل حاله يعني توصل حاله إلى تيارات وأحزاب عليقة إلى تاريخ أن تأتمر بأوامر السفير الأمريكي بعيدا بين أن تأتمر بأوامر أخوتهم وأبناء جلدتهم ويقعدون ويخرجون الكتلة الأكبر وهذا ما سيذهب إليه الجميع عندما تنتهي الفترة الدستورية تلاحظ أن الجميع يذهبون باتجاه المحاصصة الحزبية والطائفية للخلاص من أزمة الفراغ الدستوري اليوم هذا المجال البعد منه حتى الجلسة الأولى أكو مجال أكو تمدد كردي وأكو تمدد سني وأكو تمدد شيعي التيار الصدري ريد والحكمة ريد والوطنية ريد ودولة القانونة ريد لكن صدقني عندما ينحصرونه في مجال ضيق ويوم يبقى أمامهم إلا سويعات ستلاحظ أنه الكم يتعايشون مع حكومة توافقية وتوزع الحكومة بطريقة المحاصصة هذا لك وهذا لي غير متمكنين من استخدام ثقافة المعارضة التي هي أشرف من المشاركة باعتبار المشاركة بالحكومة قد دنست بعض السياسيين لكن المعارضة ربما تبقى بعض رؤوس السياسيين مرفوعة لكن للأسف سيد الشيخ ما أعرف بالأمس قالوا نحن مع المعارضة اليوم لما تقرب الموعد ذهبوا باتجاه تشكيل الحكومة وكل منهم لديه رئيس وزراء فما أدري شنو هذا رئيس الوزراء اللي راح يطلع يوم تشكيل الحكومة شنو إمكانيته إذا هو ضعفه داخل التحالف الوطني راح يضعفونه كرديا يضعفونه سنيا لأنه بالضعف أمريكا الضعف أيران كما تفضلت فبالنتيجة ما راح يبقى لغاسة الوزراء منطق أو حتى شخصية كما أرادت المرجعية أن يكون شخصه قوي وحازم أين الحزم والقوة؟ وهو الآن منهك في ميدان الكتل السياسية حسنا إيران ما راح تلتهي بأزمتها وتفك يا أخي عن العراقيين حتى يختارون حكومتهم بنفسهم بالمقابل يقول لك رأي آخر راح يقول لك لا والله الدور الأمريكي راح يتعظم أكثر وبين هاي وهاي ده ننتظر تشكيل الحكومة ها سيد الشيخ؟ حسنا أنا ليس من الدفاع على أحد حسنا إيران دولة مجاورة للعراق ويهمها ما يهم العراق لكن إحنا آلاف الكيلومترات بيننا وبين الارات المتحدة الأمريكية والقرار يصنع داخل منطقة الخضراء أمريكيا بل في بيوت بعض المسؤولين فهي المسألة مو بس بسألة إيران إيران وأمريكا والسعودية وكلها داخلها بالموضوع وإلا هو يكون سياسيين سنة الآن يسيل لعافهم على إيران أكثر من أمريكا طيب نعم القضية الوطنية ذابت بين المقاعد والمناصب بعدين اليوم الآن دعنا نتكلم بصريحة العبارة الأزمة فقط ليست الشيعية إنما الشيع الآن لم يحصلوا على رئيس وزرائهم الكرد الحد الآن لم يحققوا من هو رئيس الجمهورية السنة هم الآخرين بيناتهم زعل وبيناتهم عملية صراع على المناصب هذا يريد رئيس الجمهورية والآخر يريد رئيس وزير الدفاع والآخر وزير خارجية زين فكل الأطراف اليوم في حيصة بيس طيب دكتور الجابري أكون كانية لتحالف الفتح وإتلاف دولة القانون بالذهاب إلى المعارضة في حال تشكيل حكومة عراقية جديدة راصلين مرحلة أنه إحنا نقدر ننتج معارضة أنا شخصيا أستبعد أي من الكتل الشيعية الخمسة يذهب إلى المعارضة هذه الثقافة لم تتبلور لدى هذه الأحزاب هم الآن يتنافسون بين كتلتين متوازيين هذا هم استهلاك؟ يعني متقاربين بالأحجام هم من الذي يداعي بالمعارضة؟ المعارضة لا شوف أي من الجناحين يسبق الآخر في الوصول إلى الكتلة الأكبر سيلتحق به الطرف الآخر لن يبقى أحد منهم خارج الحكومة هذه قضية بها حسابات كثيرة يعرفون أنه سيضعفون إذا أصبحوا خارج إطار السلطة المنافسة ستنتهي بتقدم أحدهما قليلا طيب مجرد أن يتقدم أحد الطرفين سيتحق به الطرف الآخر شوف هو يعني أولا إحنا ما نعزلها يعني مثل ما تفضلت مع الأستاذ فتاح ما نقدم نعزل تشكل الكتلة الكبيرة بدون ما نفهم الغطاء الدولي والإقليمي البعد الدولي والإقليمي مؤثر حقيقة في تشكيل الكتلة الأكبر لأن الكتلة الأكبر ستحدد من قلاله رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ما رح يمضي بهذه السولة إذا لم تحسمه أو توافق عليه الولايات المتحدة توافق عليه إيران وتوافق عليه الجانب العربي البعد الدولي والإقليمي لحد الآن ما حسم أمره بشكل مؤكد باستثناء الجانب الإيراني الذي يرغب بجمع الكتلة الشيعية الخمسة كخيار أول وخيار الثاني هو الفتح ودولة القانون الولايات المتحدة تريد الحقيقة الجناح الآخر النصر ساعرون الحكمة علاوي هؤلاء يشكلون الحكومة بس بشرط على أن تناط مهمة رئيس الوزراء بالسيد العبادي وهذه أيضا ما مقبولة لدى أطراف هذا التحالف وهذا اللي ديعيق تشكيل هذا التحالف لكن من حيث القدرة أنا أعتقد تحالف الفتح ودولة القانون أكثر قدرة على تشكيل الكتلة الأكبر من تحالف ساعرون النصر ليش؟ صحيح كتلة القانون ما أثبتت أهلية في فن إدارة الدولة لكنها تتقن فن قواعد اللعبة السياسية تستطيع أن تتحرك بمرونة تأخذ وتعطي وتتنازل وتقدم وعود بينما كتلة الساعرون لا تملك مثل هذه المرونة ولذلك لا تستطيع أن تستقطب كثير من الكتل خصوصا الكتل السنية أو الكتل الكردية دولة القانون بدأت تلوح بالعودة إلى دولة المكونات والمحاصصات وهذه بدأت تستهوي الكرد وتستهوي القوى السنية لكن دولة القانون المعيق الأساسي أمامها والذي عرق التشكيل الكتلة الأكبر هو العامل الدولي والعامل الأمريكي العامل الأمريكي أنا أقول لك بصراحة الآن دولة القانون لو ترشح رئيس وزراء من خارج هذا التحالف شخصية مدنية مستقلة كفوئة قوية ترضى عنها الولايات المتحدة ممكن أن يشكل الكتلة الأكبر خلال أسبوع واحد لكن هم أيضا طارحين أسماء غير مقبولة أمريكيا يعني الأمريكان ما رح يقبلون بالسيد المالكي ما رح يقبلون بالسيد العامري يردون مرشحين آخر وخصوصا الآن تشكيل هذه الحكومة له علاقة الآن بالصراع الإيراني الأمريكي هذا دفع ضمني باتجاه ولاية ثانية للسيد العبادي تمام دكتور جابري؟ دفع ضمني باتجاه ولاية ثانية هو خيار الضرورة بالنسبة للأمريكان ومواقع عنها أيضا ما مقتنعين بأداءه لكن هو خيار الضرورة إذا ماكوا مرشح آخر يلبي الطموح ممكن أن يجمدون الوضع مثل ما جمدوا أربع سنوات فائتة ممكن يجمدوا أربع سنوات قادمة الآن بالوسط السياسي ما عدتهم مرشح يعني مرضي عنه والحقيقة هو أصلا لا يوجد مرشح كفوء لهذا المنصب ولذلك أنا أقول يعني هذه الكتل لو شكلت تحالف من 328 نائب لن تنجح أيضا لن تنجح المشكلة ليست هنا المشكلة تكمن في آليات الحكم العقيمة تكمن بعدم أهلية هذه الأحزاب لإدارة البلد تكمن في ضعف الوعي العام التي ساهمت بالحكومة نتيجة تدهور التعليم والثقافة العامة في البلاد ولذلك التجربة هذه بأحزابها برموزها بآليات الحكم التي تتبعها ما قادر على النجاح في حقيقة الأمر سواء هذا شكل كتلة أو ذاك أنا أعتقد أن النتيجة ستبقى واحدة سيبقى الفشل هو سيد الموقف طيب سيد الشيخ تلاف دولة القانون دا يقول إنه اجتماع فندق بابل زاد التعقيدات بخصوص تشكيل الكتلة الأكبر وساهم برفع سقف مطالب القوى السنية والقوى الكردية بلا شك هنا في العمل السياسي إذا تغطي خطوة لم توفق فيها في النجاح فالفشل هو الآخر سيثقل عملك سياسيا باعتبار يعطي مجال إلى طرف سياسي آخر يرفع من سقف مطالب باتجاهك اليوم الأخوة كانوا غير موفقين في اجتماع بابل فبالنتيجة تلاف دولة القانون هذا عدم إمكانيتهم من تشكيل الكتلة الأكبر نعم تلاف دولة القانون الذي كان غير موفق ب لا جماعة فندق بابل المساركة نعم نعم طيب فهنا راح يكون يعطي مجال للكرد والسنة في الاتفاق مع جماعة فتح والقانون لكن ليس من باب أنه ليش لعين ألف عين تكرموا لا ترفع سقف المطالب بين الأطراف الكردية والشيعية من جهة نعم وبين الأطراف السنية ولو مطالب السنة أنا أشوفها مطالب مو حقيقة ما تؤثر على وحدة البلاد مطالب هينة جدا نتفق معهم إلا أمور طفيفة ممكن أن تعالج هنا وهناك لكن مشكلتنا نحن كعراقيين عرب اليوم مشكلتنا القضية الكردية اليوم الأكراد لا يمكن أن يدخلوا في أي حكومة حتى إذا أرادت السنة تشكل هذه الحكومة وليس الشيعة على سبيل الفرض نعم ستلاحظ أن نفس المطالب الكردية ستعرض وسقف المطالب العالي على الكرد المادة 140 كاركوك 17% وتعرف هذه المطالب التي بدأنا بها من 2010 حتى الآن لم يتنازلوا عنها مرة تندفع باتجاه التطبيق مرة تتعثر لا سيما هو أنه الأخيرة كما في حكومة العبادي اليوم هم مناقمين على العبادي باعتبار أن العبادي هو الشخصية غير المرغوب به كرديا لا جماهيريا ولا سياسيا هذه المفروض نقطة ترتكز عليها التحالف الوطني يعني الفتح دولة القانون أو سائرون وإطرافها يرتكزون على مرتكز أن الكرد ليس لديهم خيار غير أنه يذهبون باتجاه أي شخص يدعمونه كرئيس وزراء إلا العبادي ناصر تقاطع بين الإرادة الدولية التي رغبت بالعبادي في ولاية ثانية وبين الرغبة السياسية الكردية التي رفضت العبادي أن يكون رئيس الولاية ثانية السيد المالك امطاهم ضمانات من الاستفتاء وصولا إلى امطاهم ضمانات بحسب مصادر سيدي الشيخ أعتذر من حضرتك على المقاطعة هناك ضمانات مع اتلاف زولة القانون وتحالف الفتح للكرد بالتحديد للانضمام إليهم وربما تشكيل الكتلة الأكبر خلال قادم الأيام الحديث عن وعود وضمانات قدمت من قبل السيد المالكي إلى التحالف الكردستاني الذي سيرنه ربما مرة أخرى في العملية السياسية أو في الأربع سنوات المقبلة الحديث عن ضمانات سيد المالكي أعطاهم ضمانات قضية كاركوك قضية قانون مجلس الخدمة الاتحادي قانون النفط والغاز وما إلى ذلك هذه البطاليب ليس على المالكي فقط أي طرف ستتفاوض معه الكرد هذه المطاليب يأخذ بها رضو أم أبو بالمناسبة ترى المالكي يتفاوض الآن ليس بصفته كرئيسا للوزراء إنما الآن يعمل على إيجاد كتلة أكبر وليس بالضرور أن يكون هو المرشح إلى هذه الكتلة الأكبر لا هذا الكلام في الإعلام يتداول أنا أكثر من مرة سمعته شخصيا يقول أنا لا أرشح إلى رئاسة مجلس الوزراء بقدر ما يسعى إلى إيجاد مطبخ لتخريج الكتلة الأكبر لذهاب إلى مجلس النواب والتنسيق مع الكرد من جهة والسنة من جهة أخرى كثير من الأطلاف تخوفوا من هالمطبخ هذا الكرد اليوم أعلنوا بصريح العبارة أنه المالكي أفضل لهم من الإعبادي مهما كانت الظروف سواء طبق الشروط عالية المطالب أو جزء منه كذلك السنة اليوم هم الآن راغبين بأن يكون المالكي أفضل من غيره لأنهم يحتاجون إلى أن تكون حكومة قوية ويحتاجون إلى أن على الأقل مستوى العراق في الساحة السياسية يرتفع مجددا بعدما انخفض أو تجمد كما قال السيد الجابري تجمد خلال أربع سنوات الماضية فنحن لا يحيحون باتجاه أنه نجمد العملية السياسية في العراق أو نراهن على ملف اقتصادي هنا وهناك أو على رواتب أعضاء سابقين أو رواتب ضباط أو رواتب هنا وهناك وتقشف اقتصادي اليوم السيد العبادي كتجربة لأربع سنوات مضت لم يكن موفقا في إدارة العاسة الوزراء سوى الملف الأمني وبتعضيط من الداخلية والدفاع والحجد الشعبي والقوات الأمريكية هذا الملف لا يحتسب فقط النصر للعبادي فحده إنما لأطراف عديدة اشتركت بهذا النصر أما تأتي إلى حكومة لا الحكومة ما كانت غير موفقة خلال هذه الأربع سنوات وبالنتيجة عملية المراهنة مرة ثانية للعبادي بدورة ثانية لبقاء العراق على ما هو عليه أو على الأقل العبادي بدأ ينفذ لهم أجندة لينتدري مجموعة أجندة مطروحة على الساحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أنه تصفية الحجد الشعبي والميليشيا المسلحة وقطع العلاقات مع إيران هذا كل مطالب أخرى تثقل رئيس الوزارة غير مطالب ربما مطالب الكرد أمام المالكي أفضل من مطالب أمريكا أمام السيد العبادي لأن المطالب الكرد مطالب تصف في مصلحة وطنية خلينا ننتقل بهذه النقطة للسيد نديم الجابري مصلحة بلد واضح مصلحة حقوق شعب كردي خلينا ننتقل بهذه النقطة للسيد نديم الجابري دكتور نديم المالكي أصبح أو عاد مقبولا عاد مرة أخرى مقبولا لدى أطراف سنية وأطراف كردية من المنطق بمكان أن نقول أن هذا الرأي سيكون سائدا عند تشكيل الكتلة الأكبر برأيك لا هو الحقيقة قبل كاتجاه سياسي وليس كمرشح لرئاسة الوزراء كاتجاه سياسي ككتلة أكبر تقودها دولة القانون والفتح صار لها ميول لدى الجانب الكردي ولدى الجانب السني لكن ليس على أساس أن السيد المالك هو مرشح رئاسة الوزراء طيب وإنما يتم اختيار مرشح آخر بس المخاوف الحقيقية من هذا المطبخ هذا المطبخ اللي راح ينتجه الكتلة الأكبر أيضاً لكو مخاوف حقيقية تجاهها من ناحية التجارب السابقة أيضاً مر بها العراق خاصة ما حدث في عام 2015 هو أكو مشكلة نعم شوف أكو عدم ثقة بين الكتل حتى الكتل المتحالفة لا تثق بعضها بالبعض الآخر تعرف حضرتك بالتجارب السابقة نعم صار هناك اتفاقيات مع الأربيل وغير أربيل لكن ما تم الالتزام بها بل حتى ما نص عليه الدستور لم يتم الالتزام به يعني الوعود التي تسبق تشكيل الحكومة ليس بالضرورة أن تطبق وهذه كل الكتل تعرف هذه الحقيقة تعرف أن ما تتفق عليه اليوم ليس بالضرورة أن ينفذ بعد تشكيل الحكومة لكن كل الأطراف محتارة كل الأطراف ما عرفة شون تسوي لأن تعرف حضرتك كلها ما عدتها رؤية سياسية ناضجة كلها عبارة عن أفعال وردود أفعال سأرى التحالف الكردستاني كان مؤيد للمالكي في الدورات السابقة تقاطع مع السيد المالكي راح بردة فعل باتجاه السيد العبادي اليوم زعل على السيد العبادي راح على السيد المالكي وهكذا الأطراف الشيعية كذلك والأطراف السنية كذلك ما تملك هذه الرؤية اللي ممكن أن تؤسس مشروع تثق بكل الأطراف وتلتزم بالتزام أخلاقي لكن بعد تشكيل الحكومة تبدأ المعوقات هذا مخالف للدستور وهذا ما نقدر نمرره بالبرلمان وهذا ما بيه تخصيصات مالية وبالتالي لا تثق كل الكتل لا تثق ببعضها فيما يتعلق بالوعود المقدمة لكن هي كلها مضطرة للعمل سوية كمخرج لتشكيل الحكومة القادمة بسؤال أخير سيد فتاح الشيخ إذا سمحت لي الآن معالم الكتلة الأكبر تبدو مواضحة ولا حتى شخصية رئيس الوزراء المقبل مقتلنا أيام لعد عكسي حول المدهد الدستورية شنو اللي راح يصير خلال هذه الأيام سيصلون إلى كما قلت في بداية اللقاء إلى يوم محدد وسوف يكونوا في حرج من التوقيتات الدستورية وسيذهبون يجرون الخطأ باتجاه حكومة توافقية يعلنوا عنها وكل منهم يأخذ النار إلى قرصه وتيتيتيتي مثل ما رحتي إجيتي لا مشاريع ولا وعود وهذا يعتبر نصب واحتيال وكذب على المواطن العراقي وتتشكل الحكومة بهذه الطريقة خلاف ذلك سوف يذهبون الجميع باتجاه فراغ دستورية يقودنا إلى حكومة إنقاذ وطني طيب لنصف دقيقة سيد الجابري لو سمحت لي هل يبدو العبادي أقرب إلى الولايات الثانية من أنه أبعد ما يكون لا نعتقد فرصه تراجعت كثيرا يعني ربما بداية الانتخابات كان يحظى بنسبة 50% الآن أنا أعتقد نسبته نصب واحتيال وكذب على المواطن العراقي وتتشكل الحكومة بهذه الطريقة خلاف ذلك سوف يذهبون الجميع باتجاه فراغ دستورية يقودنا إلى حكومة إنقاذ وطني طيب لنصف دقيقة سيد الجابري لو سمحت لي هل يبدو العبادي أقرب إلى الولايات الثانية من أنه أبعد ما يكون لا أنا أعتقد فرصه تراجعت كثيرا يعني ربما بداية الانتخابات كان يحظى بنسبة 50% الآن أنا أعتقد نسبته لا تتجاوز العشرين بالمئة خصوصا مع حركة الاحتجاجات الشعبية التي أكلت من رصيده الكثير وبالتالي فرصت ضعيفة الحقيقة وليست قوية طيب من الأبرز لو إلى الآن ما متفقين على فد شخصية معينة شخصية الأبرز لا لا أعتقد لا لا لحد الآن ما يبدو أن الرئيس الوزراء سيكون من من الشخصيات السياسية المرشحة أنا تقدير الشخصية سوف لن يكون من الشخصيات المعلنة لحد الآن طيب أنا أشكرك جزيلا دكتور نديم الجابري من بغداد شكروا تقدير أيضا لسيد فتاح الشيخ الفرلماني السابق أيضا من العاصمة بغداد شكرا لكم مشاهدين الأعزاء حتى نلقاكم في تغطية أخرى من قناة الفلوجة لكم من أطيب الأماني وننوح على حضراتكم بأن هذا العرض الفيديوي سيشرح لكم مضمونا من حلقة هذا اليوم إلى الملتقى اشتركوا في القناة